في صرصور دخل بعش النمل وفي ملكتين طلعوا من العش الشي غريب ان النمل مو قاعدين يسوون اي شي وهذا الشي رح يهدد المستعمرة وممكن نخسر بيض كثير والعنكبوت الجديد قاعد يسوي حركة غريبة ويكررها كثير وكأنه قاعد يحتضر والنمل المحارب اول مرة يشارك بالحرب والنمل يحاولون يطردون الصراصير من العش وحطيت للنمل دودة كبيرة وكلهم اتحدوا ضدها لكن احتمال نخسر البيض الجديد والملكة سوت حركة غريبة والنمل الحاصد اول مرة اطعمهم دودة حق الخنافز الكبيرة وراح نشوف اذا عجبهم مثل الصراصير ولا لا واخيرا النمل قاعدة تنظف شي غريب في العش وراح نشوفها في هذه الحلقة لا تنسى اللايك والاشتراك اما الان خلونا نبدأ طبعا هذا عن كبوتنا الجميل زي ما تلاحظونا ما شاء الله جيت لاب اليوم الثاني حصلت مقلوب وجالس فوق وهذه طبيعة جميع العناكب تقريبا حصلت فراشات موجودة بنفس العش حق العنكبوت طبعا في دودة الظاهر انها هي اكلت الفراشة هذه الدودة هذه شكلها غريب ودائما تجي اذا ماتت اي جثة عشان تأكلها وبعدها تموت والظاهر اني عرفت ليش جت هذه الدودة شفو هذه دودة حطيتها كطعم لكن للأسف جت الدودة والظاهر انها اكلتها والعنكبوت ما قرب منها ابد النمل ما شاء الله عليهم واضح انهم حبوا الصراصير طبعا هذا مو بس في هذه الفصيلة حتى في فصائل ثانية واضح انهم حبوا الصراصير ما ادري ليش لكن ممكن اني اقرأ عن الصراصير وعن البروتين اللي فيها وايضا عن الدهون والرطوبة فممكن هذه كانت تكفيهم الفترات مرة طويلة لانهم واضح انهم اول ما احط لهم ديدان ما يلتفتوا لها ابدا ففي حلين مناسبين ممكن ان الدودة تكون عشانها ما تقاوم وسهلة الافتراس بيخلونها الصرصور مقاوم بشكل مرة كبير عشان كذا يلتفتوا له وهذا الصرصور باقي دافن نفسه انا خوف يكبر ويبدأ يهجم على النمل كلهم ويمسحهم واحد واحد صراحة استغربت الموية خلصوه كامل شوفوا كيف واحد اين وهذا الثالث خلصوها تماما المشروبات شربوا منها لكن الى النص واضح انهم مرة عشانين راح نعبي لهم الان قوصة البطن ما شاء الله صحتهم ممتازة واضح انهم حركيين امورهم طيبة وايضا اليوم راح نسوي تجربة لهم ممكن تكون جدا قاسية لكن باذن الله انهم يتغلبون على الشيء اللي بحط لهم الى الان واضح انهم ما قاعدين يطلعون مرة كثير النجار الياباني اللي مرة كسولين واستورطوبة عندهم جدا عالية بعد ما غيرنا الانبوب حقهم طبعا ما يحبون يتحركهم كثير فقط يطلعون عشان يشربون اي شيء يحتاجونه ويرجعون للعش بسرعة مرة هادين وهذه الفصيلة شكلها راح نشيلها من العالم الخارجي النجار اللامع دايما ما احب اني ازعجهم كثير انه واضح ان الملكة تحتاج وقت كبير عشان ترتاح وعشان تحط البيض وتبدأ تحس ان المكان آمن لها بعدها راح احط لهم الاكل بكميات مرة كبيرة تذكرون اللامبوب اللي اول غيرناه لهم شوفوا كيف صار لون الموية كله اصفر الحمد للان غيرناه قبل ان تكاثر فطريات غير مرغوب فيها النمل الحاصد هو النمل اللي تقريبا يحب يطلع الى العالم الخارجي يحب يستكشف يحب ايضا ينظف المكان سواء كان داخل او برا فهذا الشي صدق اعجبني في هذه الفصيلة خاصة انه شفت الان فيهم تصرف غريب جدا شايفين النملة اللي ماسك قطعة معها هناك الان ترى الان قاعدين يسوون عملية تحويل الطعام الى شي اسمه خبز الطعام عشان يطعمون اليرقات حقهم شوفوا النملة هذه اللي توهجتها الان اللي قاعد تنظف قولون لاستشعر حقها ما عليش ان الفوكس مو مرة كويس بس شوفوا الان اش بتسوي مسكت القطعة هذه والان راح تبدأ بعملية انها تفتتها بعدها تاكل كمية بسيطة بعدين يروهون عند الموية عشان يحولون الشي عشان يطعمون اليرقات الصغار حقهم سبحان الله الان حطيت لهم ديدان وصراصير وراح حطهم دولة كلهم في العالم الخارجي حق سكر الخيزران وراح نشوفهم كيف راح يتغلبون عليهم اول ما حطيته واضح ان الديدان ما يبون يتحركون الصراصير يسوون حركات مرمو كويسة الى الان ما عرفوا تقريبا ان في شي دخل عندهم لكن الشي اللي راح يوضح لهم اياه غير ان واحد دخل غير متوقع راح يشمون ريحته ويعرفون نفيه دخيل شوفوا الان راح تهذه تعلم اللي جنبها كلهم ان فيه دخيل موجود الصرصار من قوة الخوف شوفوا اش قاعد يسوي يبا يرجع نفس مكانه بصد ظهر مقادر الان فيه نملة هنا دخلت وماسك المكان بصرصور ما شاء الله عليه تحرك وهرب من المكان اللي كان فيه في البداية راح مكان ثاني وهنا فيه ثلاثة تقريبا صراصيره واربعة واربع ديدان شوف 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 مسكتها الان وحده هناك وسحبتها وتبغى ترجع للمكان اللي هو كان فيه الشي سار الان جدا سيء النمل المحارب ما شاء الله عليه ما شفناه في الحلقة اللي قبل لكن الان ما شاء الله وضح نفسه ما ادري اش كان يسوي اول لكن ان شاء الله انكم تشوفون شي جميل في النمل المحارب في هذه الحلقة شوفوا كيف الان في نملة دخلت جوه واضح انها هي اللي قاعدة تمسكهم واتثبتهم عشان ما تبغى اي واحد فيهم يطلع لكن من الواضح انهم قاعدين يطلعون وقاعدين يسوون حركات وزعاجات مرة كبيرة انا صراحة ما كانوادي اني اسوي هذه التجربة لكن ابغى شوف مدى قوة سكر الخيزران هن راح يتصرفون ولا لا وايضا شوفوا الشي اللي بيسير الان شوفتوا كيف شايفين الصرصور هذا الشي اللي ما كنت تتوقعه ابدا شوفوا كيف الان على طول كلهم راحوا هجوم عليه شوفوا 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 مسكتها وليحقت وراء ليحقت وراء ليحقت وراء لين النهاية شوف 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 ما شاء الله تبارك الله ما خلته ابدا متأكدت انه رجع مكانه هذه الان قاعد تعطي اوامر للنمل اللي حوله انه لازم تنتبهون وانه فيه هجوم للعش حقنا طبعا هذا شي جدا سي يعتبر لكن ان شاء الله نقريب ان شاء الله نشوفهم يأكلون كل هذوله الموضوع طلع فطرة دايما يحاولونهم يخفون نفسهم اذا عرفوا ان المكان مهدد فالان هذا واحد من الصرصير سوى نفس الحركة اللي شافها قدامه قاعد يسويها سبحان الله الان بعد ما خططوا النمل شوفوا كيف النمل المحارب دخل جوه عندهم هذا اول مرة نشوفه فيه انه يسوي حركة مرة جبارة قاعد يمسكهم ويهددهم ويخليهم في الزاوية عشان ما يطلعون برا الصغار كالعادة يحبون يطلعون وهذا واحد ظهر انه قرب انه يطلع منه الفش كامل لكن ما يعرفون وين الطريق قاعد يستمر بطريقته انه قاعد يستكشف المكان وفي نفس الوقت يبغى يشوف وين مكان اللي يقدر يتخبى فيه الان طريقتهم انهم لازم يتخبون عن النمل النمل اذا شافوهم راح يفترسونهم على طول وشوفوا كيف شراهتهم ضد الصرصير هذه قشغل حق الصرصور باقية ولسه قاعدين يعكلون منها انتم تخيلين قد ايش يحبون وجبة الصرصير الحمد لله على كل حال طبعا البيض واليرقات شوفوا كلهم ملتمين حولها وقاعدين يرعونها واضح ان الحراسة كأنها بدت تزيد كانهم في نمل اعدادها كبيرة واكبة في هذا المكان وبطونهم ما شاء الله مليانة زي ما تشوفونها لونها المشروب الاصفر فالدليل انهم شربوا نفس المشروب اللي حضرت لهم اياه قدام بالضبط الشي الجميل هو انه اي نملة راح تكون مسؤولة عن اي دخيل من الصرصير هذا ولا شوفوا كيف نملتين ماسكة ديدان كلهم الصرصير وما يخلونهم يتحركون ابدا شي مرة جميل رغم المصيبة اللي هم فيها اللي انهم قاعدين ينقلون الاكل بينهم البعض زي ما تشوفون الان شوفوا كيف هذه واحدة قاعدة تنقل الاكل واحدة الثانية قاعدة تنظف نفسها والثانية قاعدة تاكل فامورهم طبيعية رغم ان الشي اللي قاعدة يسير بينهم يعتبر انه في فرصة انهم يدخلون على البيض حقهم واليرقات وتصير مشاكل مرة مهي مرغوب فيها شوفوا شوفوا هم قاعدين يشربون جاء جنبهم اخونا بالله ظاهر انه سوى طريقة الدفاع حقه انا اعتبرهم الصرصير هذولة مثل القنفذ اذا حسب التهديد يقلب نفسه كذا وما يقدرون يقربهم ونشوفوا كيف كلهم التموا حوله لكن حط رجلة وراح طبعا النملة ما تقدر انها تلحق وراه وتقدر تقضي عليه بطريقة هذه لان الغلاف حقه اللي برا هذا جدا قاسي فصعب لو تلاحظون دائما اقول لك انهم يأكلون كل شي الى القشرة انتم تخيلين كيف يعني مو قادرين انهم يوصلون للفايدة الموجودة بالقشرة حق الصرصور وهذا شكله بيسوي نفس الطريقة اللي سوها اخوانا رحيت في النفسه بس متى رح يتعلم الله اعلم الان اجبروهم بانهم يطلعون من العش شايفين كيف ظهر انهم سووا خطة انهم يطلعونهم ان يكون في واحد هناك او عدد يستقبلونهم ويبدون يفترسونهم انا ما ادري طريقة ايش اللي يفكرون فيها بس واضح انهم ما يبغونهم في المكان هذا الشي الغريب ان الديدان اختفت تماما وهي من النوع اللي ما تقدر تهرب اصلا الديدان سهلة جدا شوفوا كيف اللي عاجبني ان النمل المحارب بدأ يسوي اول حضور له من زمان صراحة قاعد تصير حروب وتصير اشياء وتصير مشاكل وصرصور كبير ولا شفنا يتحرك ابدا لكن الان كما تشوفون قرب ودخل ويسوي تسجيل دخول قدام النمل كلهم ويعرفون انه قد المسئولية هذه شوفوا كيف الان طبعا بطونهم فاضية انا عرفت ليش قاعدين يقولون الاكل عشان يفضون بطنهم ويروحون يفترسون الصرصير وبعد فترة صار ما باقي تقريبا الا صرصورين او ثلاثة البقية كلهم يا انهم دخلوا جوه العش ودفنوا نفسهم كلها ذولة تقريبا واضح انهم خايفين مرة شوفوا كيف الان هذه النملة عرفت المكان اللي قاعدين يتخفون فيه وراحت وشافتهم وحاولت انها تطلدهم لكن عرفت انها تقريبا ان هذه مكان لأرض لهم فعشان كذا ما قربت منها ولا شيء لكن راح تحط الفرمونات حقها في المكان هذا فهذا يدلنا على ايش على ان النمل الباقي راح يجي لنفس المكان ويبدون يهجمون عليهم فشي جميل انا اعتبره وشي سيء الجميل في الموضوع هو ان متى ما جاعوا راح يروحون للمكان اللي يطلعون مننا الصرصير ويبدون يأكلونهم شفوا الان كيف النمل المحارب واضح ان اللي وراه هذه نادتها لاتلات عالي في مشكلة عندنا لكن واضح ان ما يبقى يدخل العش المشكلة داخل المكان هذي شفتوا كيف ترون ليش نادتها لانهم انقلبوا على ظهورهم فسهل جدا لانهم يفترسونهم لكن يحتاجون قوة عشان كذا نادت النمل المحارب عشان يجي لكن للأسف النمل المحارب بصراحة واضح انها راح مكان ثاني واضح انها راح مكان اللي فوق اللي هو مكانهم الرئيسي حق الصرصير وما تحرك ووقف في هذا المكان حصلت نملة واقفة في هذا المكان ما اني داري الصراحة ايش اللي قاعدة تسويه بس واضح انها في تكاثر بطريات هنا موجود في هذا المكان وهي زي اللي تبغى تنظف هذا المكان لانه عرفت انها في مرض بدأ ينتشر عندهم فسبحان الله قاعدت تنظف الان بنفسها واضح انها جاها صرصور بنفس الطريق شوفوا كيف الان راح يتقابلون استقعون هل راح يضربون ولا راح تترك أصلا جاءت النملة المعززة الثانية عرفت انه في شي حاصل في هذا المكان وهذه ما شاء الله عليها ما عرفت انه فيه اي وجود لأي حاشرة ثانية والثنين شكلهم قاعدين يضربون صرصور هذا الصغير الصراحة ما اخذ راحاتها بمرة كثيرة ومفروض هو اللي اول واحد يقضون عليه لانه سهل وصغير وتحركاته جدا غبية فالنمل قاعدين مشي حولة شوفوا كيف صار العش هذا عش النمل والصرصير لكن الشي اللي عجبني فيهم الصراحة انهم عرفوا وين يحطون سلة المهملات في الزاوية شي مرة جميل هذا الدليل عن انهم بدوا يرتبون المهام بينهم البعض لكن الى الان ما قدروا يقضون على اي صرصور نهائيا شاء الله انهم مع الوقت يقدرون ويتحدون مع بعض هنا شي غريب سال شوفوا كيف هذا رصة رصير ماخذين راحتهم قاعدين يتحركون لكن ما يدرون انه فيه نمل مرقاسي وراح يتعمل معهم بطريقة جدا عدوانية الشي الجميل في الموضوع وانه شوفوا كيف قاعدة تحاول تطرده لكن ما يبغون يطلعون من هذا المكان ابدا لاحظهم دايما يبقون في العش بشكل عشان مستويات الرطوبة شوفوا النمل المحارب كيف جاء بسواضح انه مر مفحي درجة كبيرة شوفوا كيف يعرف انه فيه احد مشى هنا بس ما يدري وين المكان حس لزير العملاق كذا اللي يجيك عملاق وغبي في نفس الوقت النمل الصغير ما شاء الله حركته سريعة ويعرف فيه لحق وين مكان بالضبط هذه واضح انها قاعدة تسولف معاها تقولها وين المكان اللي موجود فيه الصرصور هي عبارة عن آلة كبيرة بس لازم احد يوجه على المكان عشان تهجم عليه شوفوا كيف راحت في مكان وصرصور من قدام راح في مكان صراح النمل الصغير قاعد يسوي شغل أفضل من النمل المحار وبعد معانان من هذا الصرصور واضح انه عرف ان اللغز انه لازم يتخفى عشان يعيش هذا ما شاء الله كل شيء قاعد يحفر ويدفن نفسه وهذا بدأ يسوي الحركة كذا راح يصيرون آمنين لكن في يوم اللي راح يطلعون ولا راح يكشفون عشهم وتبدأ حرب ثانية أسوأ شيء اللي ما كنت أتوقع على الصراحة شوفوا كيف الصرصور دخل للعش كامل الملكتين هربوا وقاعد يطردهم واحد واحد أنا شوفوا لو انهم كلهم يلتمون حوله ويقضون عليه أفضل شيء شوفوا كيف الملكتين طلعوا هذا دليل مرة شيء سيء هذا يدل على أنه شيء سيء شوفوا كيف الآن يسوي هذي الحركة يسوي إذا كان في الأرض يحاول يصفط نفسه عشان يخلي الدرع الخارج هو اللي واضح للنمل عشان ما يقدرون يهجمون الآن واضح أن النمل بدوا يرجعون لكن الملكة لحالة هذه رجعت واحدة منها رجعت للعش هنا أنا حسبت أنهم يضربوا مع شيء يطلع ما في أي شيء قدامهم وهذا الصرصور خلص مهمتها سوى زعاج وضج العش والآن طلع وبيروح لكن أتمنى أنه يدخل مع أخوان الصرصور مر وقت منخروج الملكة وما هي راضية ترجع عبدا صراحة شيء سيء ممكن اللي سويته بس في النهاية كانت فكتتي أني أريد أن أرى كيف يتصرفون حتى لو دخل الصرصور عندهم هذه الملكة تقريبا واحد ثلاثة وهذه الرابعة والآن قررت أنها ترجع الحمد لله والبيض شوفوا كيف حجامه مرة صغير واضح أنه عندهم كمية كبيرة لكن شكلهم يحتاجون رطوبة وحرارة عشان يفكس البيض وهذه أول حرب للنمل المحارب شوفوا كيف شوفوا كيف شايفينه كيف بس مشكلتها شوي غبي هي قدامك كانت فما أدري شو قاعد يسويه هو قاعد يشوم أنه في فرمونات هنا موجودة غريبة عن أجسامهم فيعرف أنه في ريحة جديدة لكن في نفس الوقت مشكلتها فجأة كذا يفصل ويروح بالتجاه ثاني معادي يعرف يسويه شوفوا هذا ايش يعرف أنه في واحد كبير يلاحقه فقام يدفن نفسه يعرف أنه الموضوع مرة خطر ومو من صالح أصلا لو شاف النمل المحارب رح يقص نصين ويموت بسرعة حتى بالغلاف حقا الملكة طلعت مرة ثانية ما أدري ليش سواضح أنها ما قاعدة تحس بالأمان بالعش تبقى تتأكد الظاهر من أنه في حراس كافيين عشان يحمون المستعمرة هذه واحدة من النمل طلعت واضح أنها يبتشرب مويا وعسل واليوم إن شاء الله راح نسوي لهم تجربة صحبة جدا كما أنه صعبناها على سكر الخيزران راح نصعبها على مقواصة البطن لكن هذول فيهم ميزة جميلة أول ما يجيهم أي عدو مباشرة كلهم يتحدون عليه هذا اللي يعجبني فيهم لكن سكر الخيزران لا بعضهم يخافون بعضهم هم اللي ينشرون الخبر وبعضهم اللي يحطون رجلهم بعد نشوفهم أبدا هذه النمل ما شاء الله طلعت ظهرت تبقى تتأكد من وجود أي صراصير برة النمل المحارف كشف مكان عش الصراصير وهنا تقريبا موجودة يحطون الفيرمونات في المكان هذا عشان يعرفون النمل الباقي حصلت العنكبوت يسوي حركة مرة غريبة هنا وهنا حصلت دودة مو مرغوب فيها أبدا شايفين هذه الدودة اللي تمشي ترهاد يتمشي بأمان ولا أي مخلوق يقدر يقرب منها إن هذه الدودة حق الجثث تجي وقت الموت فقط وأيضا النمل الحاصد راح أسوي لهم تجربة جميلة وكويسة وتناسب أحجامهم لكن بعدات كبيرة ورح تشوفونهم كيف يبرزون قوتهم ضد أي عدو قدامهم هنا حطيت لهم دودة مرة كبيرة لما تلاحظونها شوفوا كيف كم واحد محاصرينها شايفين الأعداد كيف الهائلة كلهم قاعدين يحاولون يثبتونها عشان يفترسونها لكن في مشكلة صارت اللي هي إن راحت الدودة مكان العش والبيض حق النمل فهذا دليل على أنه شي سيء وممكن يأثر على الحضانة مستقبلا وهنا النمل الظهر أنهم دخلوا بحالة سلام لكن في صرصور قاعد يلعب إلى الآن واضح أن راح يصيدون القريب يفترسونها واضح أن جمعة تلاحظون شوفوا قرون الاستشعار حقه واحدة مكسوصة وهذا نتيجة الحرب اللي صارت لأن النمل دائما يركز في الأطراف أول شي وإذا تغلبوا على قرون الاستشعار راح يصير فليس سهلة لأن ما يدري وين يروح ولا يدري وين موجودين الصراصير شي الجميل أنهم فضوا هذا المكان تقريبا لكن الدود ما لهم أي أثر وهنا أخوهم الكبير طفش منهم وطلع وحصل لأ مكان خاص فيه واضح أن قل الصغار هنا كلهم يلعبون ويمرحون لكنه شال نفسه وراح عشان ما يفضحونه أنا الصراحة اللي لاحظ أن النمل إذا شفتم قاعدين ينقلون الأكل بينهم البعض واضح أنهم يبغون يفضون بطونهم عشان يروحون خفاف ويبدون يفترسون الصراصير والأشياء اللي دخلت عندهم في العش واضح أن الملكات الحمد لله رجعوا في حالة استقرار الصراصير يحاولون يخبون نفسهم وكالعادة واحد منهم اللي هو الكبير راح لكن في واحد جاه مكانه الكبير شوفوه الآن وين سار كسد للمكان هذا أنا ما أدر اشي اللي يفكر فيه صراحة وهل يفكر أنه يرجع ولا كيف لأن الموضوع خطير بالنسبة له وللصر يصير الثانية وحجم الكبير صعب جدا أني أطلع الصراحة وهذا صرصور اللي قاعد يلعب شوفوه رجع للمكان نفسه فهو قاعد يحط نفسه مكان للإفتراس ويكون سهل إذا كان الحالة شوفو كيف العنكبوت قاعد يسوي حركة غريبة رعبني ما قاعد يسوي أي حركة قدامه بس قاعد يتوازن يلعب يتمرجح وترى قد شفتها يسوي حركة زي الإنقباض والإنبساط وبتشوفون إيش سبب هذه الحركة اللي قاعد يسويها بعد فترة نزل نفسه تحت بس الحركة حقها موضمنتني مرة وأنا قاعد أحس أنه قاعد يحتضر عشان يموت لكن طلع شي ثاني مرة تذكرون الدود اللي قلت لكم أنه يكون دود عملاق وقوي ومعظل بعكس الديدان الصغيرة هذه هذه الآن رح أطعمها النمل الحاصد هنا حطيت الديدان وكلها أصبتها طبعا الديدان هذه مرة قوية عشان كذا قررت أني أصيبها الآن شوفوا كيف واضح إنه النملة هذه دخلت في حالة ذعر وراح تكلم أخواتها في وحدة من النمل شافت الدودة هذه قدامها شوفوا كيف سوت معها سبحان الله كأنهم قاعدين يشمون إنه في شيء غريب هذا شيء يثبت إن النمل يعرفون بأي دخيل قرب من عندهم عن طريق الرائحة قلوا إن استشعار حقهم تشتغل بالطريقة هذه اللي تشوفونها قدامكم شايفينها كيف ترفعها فوق ترفعها فوق واضح إنه في مقلوقات غريبة جت عندهم لكن واضح إنهم كمان عميان العم حقهم هذا اللي يسبب لهم وقت عبال ما يحصلون الفريسة نفسها طبعا فيه ديدان كثيرة حطات لهم تقريبا خمسة أو ستة في وحدة طبعا شوفوها تحت الصخر اللي علي صار طاحت وغرقت نفسها جوه الرمل عشان إيش تسلم من النمل شوفوا كيف الآن في وحدة منهم راح تقرب من الدودة لكن واضح إن الموضوع راح يستغرق معهم وقت مرة طويل وهنا أخيرا مسكت الدودة وقاعدة تحاول إنها تمسكها من الراس شوفوا كيف مسكتها من الراس قاعدة تحاول تسحبها الآن وتبغى تدخلها للعش واضح إنها في وحدة ثانية كمان لاصقة مع الدودة هذه فصعب إنها تروح عند خواتها وتقول له مني حصلت دودة لأن الموضوع راح يستغرق منها وقت طويل عبر ما تكشف مكان الرجوع وهي شاي للفريسة وبعد مدة تقريبا إنها قربت من مكان الرجعة وحست الآن بإن في تحتها كمان دودة ثانية فموضوع إنها توصل للعش أنا أعتبرها أصعب مهمة بالنسبة للنبل خاصة إذا كانت أحجامهم صغيرة والفريسة فقيل عليها أنا أتمنى من الثانية اللي معاها تسير تساعدها لأنها واضح إنها تحتاج فزعة والحجم هذا على حجم الدودة يعتبر شبه مناسب لكن قاعدة تشيل دودتين بنفس الوقت هذه قربت واضح إنها شمت لأن هذه كاختات ثانية حطت الفيرمونات عليها شوفوا كيف الآن قربت بسم الله ومسكتها على طول لكن واضح إنها مرة فهمة هذه وراح ترجع للعش بأسرع وقت ممكن ما شاء الله مأسرع حصلت المكان حق الرجعة هذه أول وحدة الصراحة شوفها تفهم شوفوا كيف عرفت إن المكان مو صح فرجعت وتبتت نفسها مرة ثانية هذا واضح إنها قاعدة تفرز ثيرمونات إنها خلوها وهذه ما قاعدة تفهم أبدا شوفوا كيف شلتها هي والدودة طيب خلاص بنحطها داخل نبدأنا كلها لا واضح إنها هذه مرة جوعانة وتبقى تاكل هي في الطريق فالموضوع عندهم يعرفون إن فيها مستويات الرطوبة فالرطوبة اللي موجودة في الحشرة هذه واضح إنها لازم يغيرون مكانها ويحطونها مكان يبعد عن البذور عشان ما يسبب عفن عندهم الآن قربوا من الدودة الثانية طبعا هذه نفس الدودة القديمة والآن إلى الآن ما وصلت للمكان حقها لكن واضح إنها قريبة رح تفصلها نصين جاءت الثانية الآن شوفوا كيف واضح إنها عارفة إن في حركات كثيرة موجودة جنبهم وهذه مسكينة ولا قاعدة تعاني مرة كثير رغم إن حجمها كبير والمفروض إنها تشيل حتى لو دودتين بس واضح إنها مضيعة طريق الرجعة وهذا الشي اللي خسرها وقت كبير والنمل بدأ يطلع وبدأ ويعرفون إنه فيه شي قاعد يتحرك حولهم شوفوا 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 شايفين اللي تحت هذا الشي قاعد تسوي عرفت إنه فيه دودة موجودة وحجمها صغير سبحان الله بس إنها قاعدة تقاوم وتصارع دائما إذا عرفوا إن الخصم كويس بالنسبة لهم وحجمه مناسب مباشرة راح يباشرون بالقتال يمسكونهم يحطونهم بالعش شوفوا كيف الآن تحاول تمسكها وتحاول تعضعظها من كل مكان طبعا أخيرا هذه وصلت الآن وراح تحطها في المكان المناسب عشان يبدون يأكلونه فسبحان الله دائما تفكر إنها تعضعظها من كل مكان عشان تعطل كل الأجهزة اللي عندها شوفوك شوفوك ما شاء الله ما شاء الله قامت تركض ركض واضح إنها جالسة قاومت دودة بأقوى شي عندها بس أول ما حطتها سبحان الله راح تكمل مهمة الثانية حقها طبعا هنا عندهم لاحظت إنها في عندهم نمل محارب كبير جدا راح يجي فيحتاج تغذية فهذه المستعمرة بإذن الله راح تتطور وتصير أكبر مستعمرة عندنا بدوا يطلعون النمل الثاني شوفوا كيف الآن بدوا يمسكون الفريسة حقهم أنا ظهر إنه شفت هذه كده دخلت دخلت الفريسة حقها بس واضح إنه في فريسة ثانية أيضا بنفس الشكل اللي حطيتها لهم وأيضا ثنتين متلاصقين مع بعض يمكن هي نفسها وطلعتها لأنه واضح إنه الدودة نفسها قد جابتها وقدهم يأكلون فيها إلى الآن شوفوا كيف قاعدين يأكلون فيها فسبحان الله الدود كلهم يحطونهم في مكان بعيد عن البذور زي ما قلت لكم عشان مستويات الرطوبة ما تعفنها أبدا شوفوا كيف واضح إنه عشانها طولت هذه قاعدة توضح لها ودلها بالمكان واضح إنها ما قاعدة تفهم أبدا وأخيرا الآن كأنها بدت تطلع قاعدة تساعدها هذه الآن شوفوا كيف وصلوها لثنتين كما قلت لكم والآن كل واحدة شالت حقها القطعة ودخلوا للعش والآن راح يبدون وجبتهم الدسمة ممكن باقي دودة أو دودتين بره لكن دودة هربت والدودة الثانية راح يصيدون عن قريب يدخلون عندهم ركزوا على الحركة اللي قاعدة يسويها العنكبوت شوفوا كيف كأنها قاعدة يأخذ أنفاس الأخيرة لكن الآن راح تعرفون ليش قاعدة يسوي هذه الحركة جهزت لدود من الأحجام الكبيرة بإذن الله راح أحط عندها وشوفه إيش قاعدة يسوي معهم عرفته إيش اللي قاعدة يسوي ولا ما عرفته لأنه واضح الآن من الشكل إيش اللي قاعدة يسوي أنا صراحة في البداية استغربت لكن قلت خليني حط له الديدان وحطيت له يا جنبه وكان أسوأ خطأ أسويه في هذا العنكبوت الآن العنكبوت هذا قاعد يحاول يغير الجلد هقيا دائما أنتم عارفين اللي فيهم قشريات لازم يغيرون حقهم القشرة الخارجية هذه من فترة لفترة فهو يحب أنه يكون في مكان منعزل لأنه يكون في أضعف حالاته ويبغى يطلع من القشرة القديمة سواء إذا يبغى يأكلها أو يحطها على جنب لازم يتحرر من القديمة ويحتاج منه وقت مرة طويل فأنا للأسف حطيت عند الديدان عد ما أدري بيأكلونه ولا لا وعمروا للوقت شوفوا كيف الآن كأنه بدأ يطلع الأطراف حقه لكن مو كاملة يحتاج منه جهد مرة كبير خاصة أنه أول ما يخلص من هذه المهمة رح ينعزل الفترة طويلة عشان إيش لازم اللون حق الجلد حقه يكون تقريبا فاتح لازم يصير غامق وبعدها يقدر يتحرك ويأكل هنا ماشاء الله شوفوا كيف بعدنا ماشى وقت طويل كأنه بدأ يطلع الأطراف حقه هي زبدة الموضوع الأطراف حقه هي اللي التعبه وبعدها ممكن البطن ينزلها على طول ويبدأ يخلص من القشرة القديمة هنا الحرب صراحة مرة قوية شوفوا كيف قاعد يتعبون الملكة يحاولون قدر المستطاع أنهم يوخرونها من العش الحرب هذه صراحة أعتبرها ممكن إذا فازوا فيها ما رح عيدا لهم مرة ثانية لأنها اعتبارا أني قاعد أقتل المستعمرة كاملة في هذه الحركة شوفوا كيف الملكة تحاول قاعدة تشيل الأغراض حقها تشيل الأشياء هذه البيض اليرقات شوفوا كيف نميل مهمة الأساسية هو أن يشيل اليرقات ويشيل البيض ويشيل الأمور هذه ويحطها على جنب فواضح أن الحركة هذه كانت سيئة هذه شارت أكبر كمية من البيض شوفوها تحت وراحت فيها بعيد عشان الدودة مع حركاتها المستمرة صراحة راح تكون قاتلة للبيض والجيل الجديد وهنا الملكة ظهر أنها قررت أنها تساعد العاملات في قتل هذه الدودة أول مرة تسويها الصراحة وهنا ما شاء الله كأنها طلع أكبر كمية من الجسد حقه القديم إلى الجديد الآن شوفوا كيف واضح أنها جلدة جدا ضريبة زيادة ومناعة تكون ضعيفة فيحاول قد المستطاع أن يبدأ يطلع منها عشان يبدأ يأكل لأنه بيكون جوان إنه من المل ما شاء الله عليهم جمعوا كل الديدان والآن بدت الوجبة حقهم وأنهم يبدون يأكلونها شوفوا كيف تقريبا كلهم شبه ميتين أو ميتين بالأصل فقعدين يأكلونهم الآن ويبدون بالوجبة حقهم الدسمة وحدة دخلوها للملكة أيضا اليرقات عشان يبدون يأكلون وهنا تقريبا العنكبوت قدر يطلع أكبر كمية من الجسد القديم إلى الجديد الحمد لله لكن يحتاج أن يرتاح ويطلع في مكان آمن فالآن إن شاء الله أنه مضرنا في الديدان اللي حطينا له وراح يكون جوعان وبعدها راح يبدأ يفترس فالحمد لله عرفنا كيف الوزنية الكويسة لتربية هذا المخلوق الجميل كان معكم أحمد من أنت KSA أخيرا أستغفرك ربي وأتبوي لي ترجمة نانسي